السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة من وعات الشيف مير أهلا بكم إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض رقائق الكراجرز بكل تفاصيلها يلا بينا نشوف مع بعض رزيزة هنبدأ بالمأدير بتاعتنا كيلو ديل 10 جرام ملح 5 جرام بصل بودر 5 جرام طوم بودر 5 جرام خلط التوابن مكعب ملء الدجاج أو كيس 50 جرام زبدة 50 جرام زيت و100 جرام صلصة طماز هنبدأ بمحطي الحاجة بتاعتنا بالدراية على بعض زي ما احنا متورين هناخد الخمات بتاعتنا وننزل فيها في العجام بتاعنا أو المضرب أو لو هنعجنوا على قدينة عادي لا يوجد مشكلة خالص هنزل بالخمات الدراية زي ما قلت وبعد كده هنزل بسلصص الطماطم بتاعتي والمية بتاعتي معي من حوالي 400 إلى 450 جرام مية برضو هننزل بهم واحدة واحدة انا محتاج لعجينة بتاعتي مخدومة ويكون قوامها جامد ما تكونش مفتوحة قوي فكرة ان انا انزل بالمية واحدة واحدة عشان لو الديق بتاعي مرتب هياخد نسبة مية اقل من المطلوبة كما ترون ان العجينة بدأت تخدم معي وتلم وتديني القوام اللي انا عايزه كده العجينة بتاعتي خدمت كما ترون ان العجينة عملة قوامها جيدة في ايدي وهو مخدومة جيدة ها قطع الأجينة بتاعتي لكور صغيرة ويجعل قطعة كبيرة ويجعل قطعها في صواج لوحدها كما ترون ان حاول على قدر الامكان ان نجعل القطع كبير ويجعل قطعها برورجر ويجعل قطعها برورجر وعشان لما اجي افردهم يعني ما يبقاش فيه عرق فيهم قوي وتبقى سلسة معي ايه وانا بافردها هات دي بس راشد دي صغيرة وهبدأ ارس الكور بتاعتي عليها وبعد كده بعد ما خلصهم هغطيهم بكيس بلاستيك لحد ما تريح معي وقت التريح ممكن ياخد معي حوالي تلت ساعة انت ممكن تجيبي صاج او صنية وترش فيها ثن دي او تدهنيها زيت وتحط فيها الكور دي وتسيبيها لحد ما تريح دي القطع الكبيرة اللي قلت عليها انا هفردها في صاج وعشان اعمل ايه شكل مختلف عن ايه المسلسات اللي اعملها بالكور الشغيرة كده هم جاهزين بس انا هنغطي لهم ازعجون بكيس بلاستيك اه هفردها بالكور الشغير حتى الوجه بتاعها غير مهم جدا حيتة التغطية دي او River او Blastiche لو هتحطيها في صنية حتى لو قشفت يخرج الوجه بالكور الشغيرة حتى الح 61 مش حلو خالص والكلام ده في اي عجن كده العجين بتاعي رايح هو يعني طبعا عشان اه الوقت دايق فما رايحتوش انا كتير انت لازم تريحي على قدر امكان عشان تقدري يعني هو كده انا رايحت حوالي عشر دقيق فانت يعني على الاقل يعني ممكن تلت ساعة كويس لو يزيد مفيش مشكلة عشان تبقى سلسة معاك وانتي بتفريدي هفريدهم كده كلهم واحطوهم في سجاد وطبعا الخطوات اللي جاية اه هبتدي بعد ما افردهم هلمعهم بيض واخرامهم بالخرامة اه معايا ان خرامة بتاع عجين مفيش خرامة ممكن اخرامهم بشوكة عادي جدا اه هدهنهم بيض وهديهم بقى التوبنج ايه اللي انا عايزه اللي هو اللي هو منفوق سواء سيمسن بقى جبنا رومي حبة البركة اللي تحبه حطه طعمها جميل جدا وبصراحة يعني كويسة في البيت وكلها خامات كويسة يعني ليس مضرة ولا فيها الوان صناعية ولا اي حاجة فهي مفيدة يعني كمقبلات في البيت يعني يعني تنفع مع اكلات كتير تنفع في عجومات تنفع في حفلات اي مناسبة ممكن تعملها قاعد بتفرغ التلفزيون بالليل ممكن تقدر يعني تطلع منه تأكل وهي يعني صلاحية طويلة ممكن تنفع شهر لا يوجد مشكلة خالص بنفرج العجين بتاعنا واحدة واحدة بنفس الشمك اللي انا هورغول كل وقت ما تكون شرفيعة قوي عشان برضو ما تتحرقش راستهم في صاج عندي انتي لو عندك صاج رص فيه لو مفيش ممكن تميلون في صنية يعني كل الحاجة دي متاحة بس الصاج دي بقت متاحة جدا يعني الوقتي كده مش غالية ويعني اقترية النسبة تستخدمها زي ما انتم شايفين انا هبدأ لما بيض في هنا نقطة برضو عزو الله يعني انا مثلا لما اعطي بيض الاول انتي ممكن تخرمي الاول بعكاد يدهني بيض بعكاد فنشي بعكاد قطع يعني متاح قدامك يعني الخطوة اللي هستعملها الاول ما بين مثلا التخريم وتلمية بيض يعني عادي يعني بعد ما نمعت الكراكرز بتاعي بيض اخرمه وبعد كده اضع الطوبينج بتاعي انا عندي سمسم وعندي حبة البركة وعندي جبنرومي زي ما انتم شايفين كده انا بخرم على فكرة يعني هي مش شرط تطلع مدورة يعني قوي على قد ما تداري ما فيش مشكلة خالص كده كده هتقطع بالعجلة بتاعي لالبيتزا او عجلة الكروسان هتدي معي اشكال مسلسات وممكن اشكال تانية كتير لو انا حابي بغير يعني انا حطيت حبة البركة وحطيت سمسم على حبة البركة وحطيت جبنرومي وطبعا الطعم اللي انت بتحبه اعمله وما فيش اي مشكلة خالص فيه ناس بتحب تحطي زعتر من فوق بيدي ريحة الفكرة كويس جدا برضه مع خلط التوابل ومحطوطة في العجين بعد محطيت التوبنج بتاعي والفينيش طبعا هقطع الكراكارز بتاعي شرايح مسلسات وهيخش الفرن بتاعي على درجة حرارة من مية وتمانين لمتين هيقعد معي حوالي ربع ساعة يزيد بسيط او يقل بسيط عشان طبعا كل واحد حسب الفرن اللي عنده ولو نصيحة لو هتعمليها في الفرن البتجاز او لا تحطيهاش على الارضية خليها في منتصف الفرن عشان اللقمة من تحت ما تلدعش وتتحرق من تحت زي ما انت شايفين براحتك بقى عايزك خلي مسلسات كتير قليلة يعني عايزك خليها حجمها كبير صغير براحتك جدا ويعمل واحدة برضو هنا شكل على شكل مربعات والصاج اللي انا عملته الحتة كبيرة اللي انا قلت عليها هعملها شكل بيضاوي كده بقى طعب الطول والارض بشكل مربعات ادية جدا اه طبعا يعني اتمنى اه فضلا وليس امرا اه متابعكم لنا ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد وكل حاجة بنعملها ان شاء الله وبالتوفيق لنا جميعا واتمنى ادعمكم لي واتمنى الحاجة تعجبكم يا رب زي ما انتم شايفين بعد ما طلعت الكراكرج او الرقائج بتاعتي من الفرن شكلها جميل جدا ومقرمشة وتستاهل والتوابل اللي انا اضطتها في العجيم بدي ريحة وطعم جميل اه شكرا لكم لمتواعيتنا ان شاء الله اه ويا رب تكون الحاجة بتاعتنا اتعجبكم وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية مع حاجة كويسة جدا مع الشيف ماهر ووفري مع الشيف شكرا